اشتركوا في القناة نقاط يوصلون إلى 44 نقطة ورز مالك بنقطة وحيدة ولكن يتبقى لنا مبارتين مؤجلتين ظروف صعبة بياخدها النادي الأهلي أو بيواجهها النادي الأهلي قبل مباراة النهاردة لكن في النهاية أنا مش قلقين يعني أعتقد أنه أي 11 في الأهلي وعندنا نجوم كتير جدا ما شاء الله فريق عامر بالأسماء الحقيقة المحترمة جدا لتقدر تواجه أي فريق وميباش عندك أي أزمة أو أي مشكلة رغم من قائمة الغيابات بتطول على كل أحوال فيه ملفات كتيرة جدا معنا النهاردة في الحلقة طبعا تغطية للحظات الأخيرة وحاول نروح لمعسكر الفريق قبل المباراة نعرف آخر الأخبار ونعرف السعادة الفريق لمواجهة الغاز النهاردة على ملعبنا إن شاء الله مباراة 9 ونص بتوقيت القاهرة على ملعب الأهلي ويئة السلام كمان هنفتح ملف المدير الفني طبعا لمنتخب مصر وآخر المستجدات متعلقة بكارلوس كيروش أو غيره من الأسماء المطروحة والأهم من فيه مساحة طبعا لحضراتكم كما جرت العادة للمشاركة من خلال سؤالنا اسأل أشرف ممدوح نجبنا النهاردة وضفنا فيه السادسة عشرفنا عشان نتناول معاه سواء مطش الغزل أو المرحلة اللي جاية التحديات اللي بتواجه نادي الأهلي كتير وطبعا كان الله في عون الجهاز الفني لأنه كابتن سامي أمصان كل الناس تحلم تتولى مسؤولية تدريب النادي الأهلي لكن الظروف اللي بيتولى فيها سامي أمصان المسؤولية صعبة طبعا على أي جهاز لكن إن شاء الله الجهاز الفني لها وإن شاء الله بإذن الله يقود المسيرة في الفترة المقبلة بداية من النهاردة مع غزل محلة عندنا يوم الحد مباراة من العارة تقيل مع بيراموت في كاس مصر النسخة القديمة على كل أحوال هنتابع مع حضراتكم كل الملفات دي في السادسة بس تسمحون قبل ما ندخل فيه التفاصيل نروح لفاصل ونرجع نبدأ حالياتي إنه مطش الغزل النهاردة هو الحدث الأهم في اليوم فخليها نبدأ به وإنت يمكن يعني داخل على مرحلة صعبة جدا من حيث توالي المطشاط أنت بتتكلم على مطش القمة لسه ما فيش 72 ساعة ما كملناش 72 ساعة وعندك النهاردة مطش في مواجهة الغزل في قايمة غيابات زي ما قلت لحضراتكم كبيرة جدا يمكن أعلق على أنها لحضراتكم بتفصيل مبارح لكن ده ما يمنعش إن شاء الله كلنا ثقة في كابت سامي أمصان وفي رجالة الأهل النهاردة إن شاء الله عندهم الخدرة بإذن الله يكونوا موفقين ويقدروا يحسموا المباراة ويحصلوا على التلات نقاط خلينا روحنا معسكر الفريق كريم أحمد زمينا جاهز من هناك ينقل لنا اللحظات الأخيرة قبل بداية المباراة ويقول لنا السعادة الفريق لمواجهة الغزل النهاردة مساء خير يا كريم مساء الخير عليك للزميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية وتحياتي لكل مشاهدين وكل جمهور النادي الآلي في كل مكان ممكن هاخد من كلامك تحدي كبير وصعب جدا النهاردة الحقيقة على فريق النادي الآلي في ظر الأجواء والظروف المحيطة بالفريق من إصابات يعني الإصابات كمان أمر ممكن محزن جدا وبيسبب بصعبات للجهاز الفني واللعبين لكن إن شاء الله بإذن الله هو ده قدرنا وسيقتنا كبيرة جدا كالعادة في لعبة النادي الآلي كابتن سامي الكابتن شرف الكابتن سامي عبدالحفيز الكل بيقوم بدوره كل اللعبين الكبار بتحفزوا بتتكلم بنشوف التجمعات بنشوف أحاديث اللعبين طبعا مع بعضهم البعض على أهمية المرحلة وأهمية المباراة خلاص اللي جاي كله كده كل المباراة اللي جاي هتكون بهذا الشك لأن إحنا يمكن في لعبة هنفقدها لمدة 3 أسابيع أو 10 أيام عدد كبير جدا من اللعبين لكن إن شاء الله بإذن الله سقطنا كبيرة جدا في كل اللعيبة للظروف النهاردة بإذن الله كون معنا الكابتن سامي يعني قام بدور كبير جدا هي خلال الأيام الماضية رغم ديق الوقت يعني بعد مباراة الزمالك ريكوفر يوم تدريب وحيد ثم مباراة فصعوبة كبيرة جدا على الجهاز الفني لكن تم التحضير لها دي المباراة من المحاضرات طبعا هاي لايس اللعبت غزة محلة اللعبت اللي نادي الآلي شافت الثغرات ونقاط القوة ضعفوا أكدوا على أهمية المباراة وأهمية المرحلة بشكل عام في بطولة الدورة العام وفي بطولة الكأس مصر في رب إن شاء الله بإذن الله الظروف والمناخ وكل الأجواء يارب تكون معنا إن شاء الله ويكون التوفيق تحديدا مع لعابة النادي الأهلي التوفيق ما بيكون معنا الأمور بيكون مختلفة بشكل كبير جدا مع الجانب الأكبر وهو جمهور النادي الأهلي دورهم كبير جدا ومهم جدا في مباراة اليوم وكل المباريات القادمة النادي الأهلي أشد الاحتياج لجمهور النادي الأهلي في مباراة بطولة الدورة العام فيارب إن شاء الله جمهورنا يكون بيقازر وبيحفز وبيشجع ولعابتنا كالعادة طبعا تكون عندها استعاب كبير جدا لهذه المرحلة يعني عايز أقول لك كابتن سامي أمصان اتكلم مع اللعابين على مباراة اليوم غير زل المحلة عنده عناصر مميزة جدا وعنده رغبة وعنده سرعات والمباراة الأخيرة أكدنا وقلنا المباراة اللي جمعت الفريقين السيناريو اللي فيها كان صعب جدا ننتهي بتلاتة اتنين في آخر ديها من المباراة فمتوقع أن تكون مباراة اليوم بنفس الشكل مع الظروف القابلة فريقة للنادي الأهلي لكن يا رب إن شاء الله بإذن الله دعواتك ودعواتك كل جمهورنا النهاردة نقدر نتخطى هذه المباراة بشخصية اللعبين دور اللعبين مهم جدا جهاز الفني بيقوم بدوره ده المعتاد لكن الدور الأكبر إن شاء الله إحنا منتظرينه من لعبة النادي الأهلي في مباراة اليوم عايزة طمينك طبعا كالعادة طبعا نحن فندوق الإقامة الظروف الأجواء حالة اللعبين الحالة معنوية حالة التركيز كل الأمور دي شفناها ولمسناها على الأرض الواقع التركيز موجود والجدية موجودة لكن التوفيق رب يكون معنا إن شاء الله بإذن الله في خلال أقل من 30 دقيقة يكون المحاضرة الفنية الأخيرة لفريقنا ندي الأهلي في فندوق الإقامة الكابتن سامي أمسان هيأكد طبعا على بعض الأمور الخاصة بالتكتيك التشكيل واجبات كل اللعيب طبعا نهاردة في المباراة ممكن نشوف متغيرات في التشكيل وممكن نشوف متغيرات في بعض الأماكن وبعض العناصر يعني مش عايز طبعا نتكلم على أسماء على قد ما احنا نتكلم على بعض اللعبين النهاردة اللي ممكن تكون لها أدوار غير أدوارها لكن تبذل كل المجهود النهاردة إن شاء الله كل اللعيبة فيارب ظروفت كلها تكون معنا زميلي أحمد عايزة أطمينك بشكل سريعا طبعا وإحنا نتكلم على المباراة اليوم إحنا منتظرين طبعا هدية المباراة لكن عندنا يمكن خبر كويس جدا عودة منع موديانج إن شاء الله بعد هدية المباراة يشاركوا مع فريق النادي الأهلي وبإذن الله نشوفهم في مباراة تبيرا مزي فيها الكاس لكن منتظرين إن شاء الله النهاردة مباراة اليوم تنتيها على خير أداء ونتيجة إن شاء الله يكون في نصيب النادي الأهلي الأهم بس نطلع النهاردة من غير إصابات لأنه أعتقد مقايمة الإصابات ما تحتمج إضاف لها لقد الله إسم تاني يعني أنا مدرك تماما حجم الإرهاق اللي بيعاني منه اللعيبة والإرهاق ده أعتقد هستمر حالة الإجهاد دي هستمر فترة جاية نتعرف كريم نحن نعب كل ثلاث يام تقريبا ماتش فنتمنى إن شاء الله يبقى أداء ونتيجة والأهم كمان إن قيمة الفريق تخرج النهاردة بدون إصابات بشكرك شكرا جزيلا الزميل عزيز كريم أحمد دي كانت أخبار الفريق من داخل معسكر الإقامة زي ما قلت لحضراتكم أنت خلص مباراة مباراة الغازل النهاردة عندك ماتش مهم جدا في كاس مصر يوم الحد اللي جاي فنتمنى إن شاء الله إنه وخبر كويس قاله لنا كريم طبعا إنه ديانج وعبد المنع إن شاء الله يكونوا جاهزين لمباراة بيرامتز أخبارنا النهاردة وتفاصيلها هتكون مع حضراتكم بس تسمحونا نروح لفاصل ونرجع لنابل حضراتكم مرة تانية في السادسة يعني في الفاصل الحقيقة أنا قاعد أستعرض القايمة يعني نقص جديد جدا في صفوفنا دي يعني ثقاتنا كبيرة في رجالتنا طبعا والحقيقة الفريق مليان نجوم وتشكلت الفريق النهاردة ما أعتقدش إنه كابتن سامي أمصان هيواجه فيها مشكلة الحداشر اللي هيبتدوا المباراة لكن عددك فيه فيه لعيبة ملهاش بدائل وإنت عندك موسم صعب جدا 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 والموسم ده للأسف الشديد أنا يعني القصة دي أنا اتكلمت فيها كتير جدا مع حضراتكم مش عارف هنخرج منها إمتى يعني الموسم ده حتى لو انتهى في نهاية شهر تمانية زي ما اتحاد الكرة يعني أعلن أو يعني بيستهدف أنت الموسم اللي بعده يبتل في شهر تسعة تدخل على أفريقيا ودخل بطولة دوري من شهر عشر وبالتالي انسى فكرة إنه العيبة تاخد راحة سلبية أو إنه أي مدير فني أو أي جهاز فني جديد ياخد فترة يعمل فيها معسكر إعداد أو إنه الصفقات الجديدة تخش في الدائرة بتاعة المشاركة بالتدريج كل ده ما بيحصلش في كرة في مصر مش في الأهلي بس في كل الأندية بقالنا تقريبا ثلاث سنين والأهلي زيادة شوية لأنه الأهلي كمان يعني لعبته بتشارك على مستوى المنتخبات وعلى مستوى النادي في بطولات النادي الأهلي بتلعب مطشط كتير جدا أزيد من كل اللعبة في الأندية التانية فكان الله فعون الحقيقة اللعبين وأي جهاز فاني يتولى مسؤولية النادي الأهلي قائمة النهاردة عندنا محمد الشناوي حراس مرمى مع شبير ومع مصطفى مخلوف عندنا كمان في خط الدفاع يعني خليه أقول لكم محمود بتولي رامي ربيع ياسر إبراهيم حسام حسن محمد شريف وليد سليمان بدر بنون عمر السلية صلاح محسن أفشا محمود وحيد برسيتاو طاهر كريم فؤاد محمد هاني ومصطفى شبير وحمز علاء وحمز علاء مش مصطفى مخلوف أنا آسف حمز علاء وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومعاهم زياد طار دي قائمة الفريق النهاردة التخيل أقرب يعني من وجهة نظري بنسبة 90% الناوي في حراس المرمى أعتقد أنه ربيع وياسر هما الأقرب أنه هما الليكونوا في قلب الدفاع ومحمد هاني ومحمود وحيد طرفين يمين وشمال بك يمين وبك شمال أنا نفسي الحقيقة كابتن سامي يورينا يا كريم فؤاد في ناحية الشمال كان بيلعبها على فكرة يا كريم واحدة من مميزاته اللي تكلمنا عليها قبل التعاقد مع النادي الأهلي أو قبل أهلي ما تعاقد معاني أنه بيجيد في الطرفين بيلعب يمين وشمال فممكن يبقى واحد من الحلول برضو في ظل غياب علي معلول لكن الأقرب محمود وحيد طبعا نص الملعب شايف أنه كابتن سامي ممكن جدا يبدأ بمحمود متولي مع عمر السلية يبقى قدامهم أفشا على اليمين برسيتاو على الشمال طاهر وقدام محمد شريف أعتقد أنه تشكيل إجباري يعني أعتقد أنه ده تشكيل إجباري الأوراق اللي ممكن تكون مفيدة على مدار المباراة وليد سليمان طبعا صلاح محسن أكيد حسام حسن ممكن ياخد برضو في بعض الفترات كوكا بديل كويس زياد طارق برضو ورقة ممكن الحقيقة والد واحد من الولاد اللي ظهروا بشكل كويس جدا في كل المناسبة خد فيها مساحة للمشاركة كان بيقول أنه مشروع العيب كويس جدا فممكن برضو ياخد في المباراة كل التوفيق لرجالتنا النهاردة وكان اللي هو في عون كابتن سامي قمصان وماعتقدش أنه قايمة الأهلي نتمنى إن شاء الله أن لعبتنا تخلص المباراة دي بالسلامة يعني ماعتقدش أنه نحنا في يعني عندنا رفعات أن نحن نفقد اسم جديد أو اسم جديد ينضم لقايمة الإصابات وكويس أنه ديانجو وعبد المنع إن شاء الله يكونوا جاهزين قبل مباراة طيب أخدكم لأكرم توفيق وأكرم الحقيقة واحد من يعني يعني من الأوراق اللي افتقادها الأهلي بشدة الموسم ده مش بس الأهلي ومنتخب مصر كمان واحد من النجوم الحقيقة في فترة بسيطة جدا قدرت إنها تحصل على ثقة الأجهزة الفنية على مستوى نادي الأهلي وعلى مستوى منتخب مصر وقدرت كمان تحصل على ثقة الجماهير وقد الحقيقة وصل فورما عالية جدا قبل إصابته في بطولة أمم أفريقيا أفكركم طبعا مع منتخب مصر في قولة مطشاطه بفتكر كانت مواجهة نيجيريا في بداية المباراة يعني حتى هو مشاركش في البطولة يعتبر ولكن قدر الله مش أفعل الرجل خضع لجراحة في النمسا مع دكتور فينك الخبير النمساوي طبعا وقد فترة التأهيل بتاعته في القاهرة وفي الدوحة في قطر لفترة وفي النمسا في البدايات وسافر بالفعل للنمسا ودكتور أحمد أبو عبلا مفترض أنه سافر له مخصوص عشان يتابعوا ويروحوا ويزوروا دكتور فينك الجراحة الأكرم عشان يعرفوا مدى استجابته ويعني يكون فيه تقييم كده لمرحلة التأهيل اللي مشي فيها أكرم فتح أكرم توفيقه ممتظر إن شاء الله أنه أكرم يعني الجدول المحتوط له أو البرنامج المحتوط له نرجع تاني يعني يدخل في التدريبات في بداية شهر أغسطس اللي جاي فأنا أعتقد إن الموسم ده بالنسبة الأكرم خلاص انتهى نتمنى إن شاء الله بس إنه يقدر يكون جاهز مع بداية الموسم الجديد دي القصة الخاصة بأكرم توفيقه بالنسبة المحتوط بيرمج يوم الحد يعني زي ما جالنا من معلومات مفترض إنه اتحاد الكرة أنهى الاتفاق بالفعل كان الأهلي وكان بيرمج صلبوا إنه يكون فيه طاقم تحكيم أجنبي وبالمناسبة خليني أقف مع حكم ماتش خسيل ويس مونيرا حكم المباراة القمة حكم الأسباني اللي قدر ماتش الأهلي والزمالك أنا مش قادر أفهم بصراحة يعني مباراة صعبة جدا 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 من ناحية كل شيء طبعا ده ماتش الدور الأول 3-0 صالح الأهلي مباراة كانت رائعة واحدة من الماتش الأهلي بدأ الموسم ده بداية والأروع يعني يعني شوفوا وإحنا خسرنا بطولة أفريقيا ولسه متأخرين في الدولة طبعا عشان عندنا ماتشات متأجلة كورت السولية جون عالمي حقيقة هي جوال أهلي كلها في الماتش ده عالمي بس بداية الموسم ده ماتش الإسماعيلي ماتش الزمالك ماتش السموحة ماتش بيرامتز اللي حقاكم بتشوفو ده وغيرهم المقصة وغيرهم من الماتشات الحقيقة يمكن أفضل فترة لع فيها الأهلي كورا بعيدة ألقاب وبطولات يعني أنا بشوف الفرقة السندي بداية الموسم هي أفضل فترة لها مع مستر موسماني مش إحنا جبنا اتنين برونزية وجبنا اتنين دوري أبطال وجبنا اتنين سوبر أفريقي وجبنا دوري وكاس لكن 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 بطولة بطولة الدوري السندي أنا بشوف أفضل كرة لعبها النادي الأهلي الحقيقي طبعا حاجات كتيرة جدا الإصابات اللعينة حرمت الأهلي في أوقات كتيرة جدا من أسماء مهمة الإجهاد بواحد من العمل المؤسرة جدا وإحنا كنا لسه بنتكلم من بارح على فكرة الأحمال والتدريبات بتاعت النادي الأهلي وتلاحهم المواسم وتوالي المباراة كلها الحقيقة أثرت بشكل هزة عنيفة طبعا يمكن فترة لقبل ما يمشي فيها مستر موسماني وتنتهي علاقته بالنادي الأهلي كانت فترة عنيفة جدا على كل مستويات دوري ومحلي وأفريقي يعني تأثرنا بشكل كبير والكيرف نزل نازلة عنيفة جدا يمكن كان فيه فترة فيها نفس الغيابات دي يعني إحنا رحنا بطولة كاس العالم تقريبا بدون نص فرق ورغم كده الأداء كان يعني فيه أحسن أحواله لكن الفترة الأخيرة ودي واحدة من المهمات الصعبة اللي بيواجهها كابتن سامي أمصان إزاي يرجع مرة تانية الكيرف حتى ولو بالتدريج عشان يوصل لأعلى معدلات أداء لكن التحكيم الحقيقة كان بالنسبة لي يعني علامة استفهام كبيرة جدا خسيل ويسمه من ويرا إزاي أدار المباراة إزاي نجح فيه إنه يعبر بالقمة بهذا الشكل وكان واحد من النجوم المطش ما اعتقدش إنه حد يقدر يعترض عليه لا من هنا ولا من هنا وبالتالي يعني مش عايز أزلم حكامنا المصريين بشوف عندنا أسماء محترمة جدا وتصلح إنها تدير اللقاء القمة وأصعب اللقاءات لكن في النهاية الغلطات السقطات اللي حصلت فيه كتير من المطشاط النهاردة تقريبا معزهم المسؤولين في الأندية بيكلموا على التحكيم بيكلموا على الدور السلبي للتحكيم وتأثيره بشكل كبير جدا على النتائج وبالتالي على الترتيب على كل أحوال تم الاتفاق خلاص من قبل التحدي الكورة على تعييم تقم تحكيم أجنبي للمباراة بتاعة الأهل وبرامنز في الكاس وتم مخطبة وخلاص تم الاتفاق لكيلي حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن اسم أو عن أسماء طاقم التحكيم اللي هدير المباراة لكن خلاص زي ما بقول حالكم يمكن خلال الساعات القادمة يتم إعلان عن أسماء الحك كارلوس كيروش كارلوس كيروش الصدع في رأس الكرة المصرية كارلوس كيروش جاي لا كارلوس كيروش مش جاي لا الرجل بيفكر لا الرجل طلب مهلة لا الرجل طلب 200 ألف دولار لا ما طلبش 200 ألف دولار القصة والحكاية والرواية الحقيقة اللي احنا عايشينها اليومين دول عشان مدير الفني لمنتخب مصر على الرغم الحقيقة يعني يمكن الناس كتير جدا يعني مستائة من الملابسات المرتبطة بفكرة المدير الفني للمنتخب الوطني بداية من قصة إقالة إيهاب جلال التوقيت الفرصة التي لم تمنح لمدير فني وطني كان كتير من الناس شايفة أنه ممكن يعمل نقلة نوعا ما لو خد الفرصة كاملة حالة الاستيال عند المدير الفني المصريين اللي أغلبهم اتفقين أنه الوضع ده الستيوائشن ده ما كانش ممكن أبدا يحصل مع أي مدير فني أجنبي وبالتالي السؤال هل من وجهة نظر المديرين الفنيين المصريين هل المدير الفني الوطني مستباح للدرجة دي هل فكرة أنك أنت تحمله فطولة إخفاقات مرت للسنوات طويلة جدا في خلال أيام بسيطة جدا ما قدرش حتى فيها يوصل للدرجة أو الحد الأدنى من مصطلح الفرصة عشان تحكم على أداء وتقيمه ما إذا كان يستمر أو يرحل لكن كمان فكرة أنك أنت تطرح عودة كارلوس كيروش اللي ماعتقدش أنه كتير كان راضيين على التجربة بتاعته يعني كارلوس كيروش جيش تغل آه ما هيش فترة طويلة جدا لكن ماعتقدش أنه حط البصمة أو إداء المقدمات اللي تقول أنك أنت ممكن تراهن عليه فيما هو قد وناس كتير جدا كان بتشوف أنه فرصة التأهل لفترة مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا هي فرصة كافية جدا أنك أنت تقدر تحكم أو تقيم اسم أي مدير فني مصري حتى لو كان عندك رغبة في رحيل إيهاب جلال كان من الوارد برضو أنك أنت يعني تستبدل الاسم باسمه مدير فني مصري لكن ما علينا هنشوف التطورات هتاخدنا لفين ومش اسم كيروش بس هو المطروح مفترض أن نحن مستنيين رد كيروش على المسؤولين في الاتحاد عشان نحدد بعد كده هل هنلجأ لواحد من الأسماء المطروحة لأن فيه اسمين أو ثلاث أسماء تانيين مطروحين في حالة رفض مع الأسف شديد يعني رفض كيروش أنه يرجع مرة تانية لتدريب المنتخب الوطن 442 البريطانية مجالة 442 طبعا الشهيرة جدا حطت أو اختارت عشر أسماء يتصدرهم طبعا اسم النجم المصري محمد صلاح كأفضل اللعبين في القارة الإفريقية طبعا المنافسة كانت بين صلاح وساديو ماني نجم البيرن الانتقل حديثا ويمكن احنا معنا لقطات قبل ما نتكلم عن القائمة خليني أعرضها لحضراتكم أنا كلمتوكم طبعا الأيام الأخيرة على قصة انتقال وتفاصيل مفعوضات بين البيرن وبين ليفر بول لإنهاء صفقة ساديو ماني لكن هنا زي ما حضراتكم شايفين ده الإعلان الرسمي عن الصفقة في حدود طبعا نجم حرص المرمى في ألمانيا وبير ميونيخ أوليفر كان وطبعا ده حسن صالح حاميديتش مدير التعقوضات في البيرن ميونيخ وده ساديو ماني اللي وقع بالفعل البيرن وخد التيشوت بتاعته لغاية عشرين خمسة وعشرين عشان يكون أهم الصفقات البافاري في الموسم الجديد طبعا كان في وضع كبير جدا من إدارة ليفر بول وصفحات ليفر بول على السوشال ميديا الواحد من أبرز نجوم ليفر في السنوات الأخيرة نجم الكرة السنغالية نرجع مرة تانية لتصنيف النجوم حسب الترتيب اللي أعلنته مجلة فورفورتو البريطانية أفضل عشر نجوم في قارة إفريقيا في عام عشرين اتنين وعشرين كان الحقيقة الصراع قائم على الصدارة بين ماني وبين نجمة مصر طبعا محمد صلاح لكن صلاح حسم الصدارة بعد ما قدم واحد من أفضل مواسم ليه حتى إن لم ينجح في تحقيق ألقاب كبيرة مع الليفر أو مع منتخب مصر لكن صلاح قدر الحقيقة بأداء استثنائي أنه يحسم اللقب أو يحسم اللقب الأفضل على مستوى قارة إفريقيا صلاح في المركز الأول وفي صد يوماني نجم السنغال ونقول بقى بقى ميونيخ خلاص قصة ليفربول انتهت في المركز الثاني كاليدو كوليبالي نجم السنغال ومدفع نابولي في المركز الثالث نجم الجزائر رياض محرز نجم منشستر سيتي في المركز الرابع أشرف حكيمي باريش سان جرمان في المركز الخامس نجم المغرب طبعا إدوارد مندي السنغالي نجم تشلسي أو حارس مرمى تشلسي في المركز السادس فرانكيسي المنطق الميلا لباشلونة في المركز السابع سباسيان هالر نجم كوديفوار وآكس الهولندي في المركز الثامن فيكتور روسومين نجم ناجيريا ونابولي في المركز التاسع وأخيرا ويلفريد زاها نجم كوديفوار وكريستل بالس في المركز العشر دي كان الترتيب فور فورتول للعشرة الأفضل في الموسم الحالي أو في السنة الحالية وهالر الحقيقة فيه يمكن كلام كتير جدا عن نجاح صفقة انتقاله من آيكس لبروسيا دورتموند السنة الجاية يكون في البونزليجا قلتلكم أنه هالر وآنتوني من النجوم المرشحة جدا في صفوف آيكس الانتقال لأكبر الأندية الحقيقة في أوروبا فاصل ونستقبل بعد وضفنا ونجمينا النهاردة في السادسة كابتن أشرف مملوح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الغيابات المؤثرة ازاي هتكمل موسم طويل وممتد لسه عندك كل تلت تيام ماطش في وسط الغيابات والخيمة كل يوم بتزيد كلها ظروف صعبة كان اللافعون الجهاز الفني طبعا وكان اللافعون الجماهير برضو انها بتدفع جزء من الضريبة لكن ده قدرنا وخدوا بالكم انا بشوف دايما بحبة يعني اشوف نص كباية مليان في الظروف الصعبة دي انه الغيابات دي ممكن تبقى فرصة فرصة للعيبة اللي كانت بقيت فرصة للولادة الصغيرين اللي طلعين مع الفريق الاول ان احنا نطلع النجوم جداد واذا ما كانتش الفرصة دي متاحة ليهم ما كانش في الظروف طبيعية او تقليدية ممكن يظهروا في مطشوات مهمة زي كده عشان الناس تشوفهم سواء جهاز فني او جمهور وتترطحكم عليهم واتمنى ان هم يعني يحسنوا استغلال الفرصة دي قبل ما رحب بضيفي النهاردة خليني اقولكم انه طبعا سؤالنا مستمر على مدار الحلقة اسأل اشرف ممدوح نجمنا وضيفنا النهاردة في السادسة اسمحولي في البداية طبعا اشكره على وجوده معنا وارحب بيه على شاشة الاهلي اهلا بيك اشرف احمد سعيد جدا جدا موجود معاك انت عارف ان يعني بسعيد جدا الحياة بحلقاتنا لانه يعني احنا دايما بنتكلم بحياة داية جدا وفي صالح المنظومة بشكل عام ولكن طبعا بيتنا والنادي الاهلي هو الاهم وان شاء الله الفترة اللي جاية باذن الله تعالى واحنا دايما نحب نسعر وجهت نظرك في الامور خليني ابتدي معاك قبل ما ادخل مطشو النهاردة بالمرحلة ازاي شفت يعني قرار الاتفاق اللي حصل بين الاهلي وبين ميستر موسماني في التوقيت ده وازاي شايف مهمة سامي قمصان اللي تولها في ظروف قصية جدا يعني انا عارف ان كتير من الناس تحلم بس انها تولى مسؤولية مدير فني النادي الاهلي حتى لو لمباراة واحدة لكن الظروف يمكن جات قصية شواهي على كابتن سامي والجهاز بتاعي صحيح يعني خليني ابتدي بسامي قمصان وبعدين نكمل لانه سامي يعني من الاصدقاء القريبين جدا جدا مني وعلى مدار يمكن عشرين سنة تقريبا لعبنا مع بعض وخدنا تجارب كتيرة على المستوى الملعب على مستوى الشخصي يعني وعايز اقولك انه قبل الفترة دي او قبل تولي المسؤولية بفترة قريبة جدا جدا كم معايا وكنا بنتفرج على ما تش سوى لمنتخب مصر وعايز اقول انه ما كانش يتمنى انها تيجي بالشكل ده يعني اي حد زي ما اولت احمد انه يتمنى طبعا انه يتولى دارة الفنية النادي الاهلي ولكن ما كانش يتمنى هتيجي بالشكل ده وبالضغوط دي ولكن يعني كل التوفيق ليه سامي من شخصات المحترمة جدا جد بالحية متحان صعب ولكن انا اوثق انه سامي عنده الامكانات لان وعنده الخبرة احنا دايما في النادي الاهلي بنده لو لاحظت يعني محمد يوسف قبل كده وفي اسماء كتيرة تولد كتير كتير تولوا المسئولية وعايزوا يحب نستفيد الحمد لله من ده الناس اللي بتاخد خبرات المدربين الأجانب اللي بيجوا عندنا لا بنستفيد منه وان شاء الله يكون يعني فترة كتير طبعا مش حايز اقول الاسماء كبيرة كانت عايزها في شافيك وتفرح مبروك لانه مش 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 في مرحلة العملية بتاع سامي انا اصد اقول انه في الوقت كتير جدا بالعكس اذا في اسماء منهم الاهلي قدم معهم كرة ولا احلى ولا احلى ولا احلى ونتاج كبيرة جدا طبعا فان شاء الله التوفيق لسامي امسان ان شاء الله الفترة انت عارف وانت بتتكلم على سامي دلوقتي محافظة القاب طبعا كابتن سامي حبيبي بس يعني وانت بتتكلم عليه دلوقتي حسيت انه في وقت ملقوقات بيبقى فيه احساس عند اللعيبة او عند الموديل الفني الفريق زي النادي الاهلي شوية بحالة من حالات الظلم يعني لانه الناس ما بتستحملش والناس ما بتحطش الظروف المحيطة الناس عايزة اللي هي عايزة بصرف النظر ما تكلمنيش بقى عن انت عندك غيابات ايه واجهاد ايه وما تشط ورا بعد ازاي مش قصتي انا عايزة الاهلي هو الاهلي فالناس برضو في وقت ملقوقات انا بحس يعني لما بحط نفس مكان اللعيبة او الجهاز الفني بحس بنوع من انواع ضغط ضغط غير طبيعية وهو ده اللي بنقوله دايما انه الاهلي دايما لعبته واجهزته الفنية ومجلس ادارته دايما تحت الاسترس دايما مضغوطين لانك انت مطالب بس بالبطولة ما عندكش حل تاني ما عندكش اختيارات تانية وبالتالي دايما انت حاسس بالضغوط الكبيرة دي خلال الموسم بتلعب اربع خمس بطولات مطالب انك تحصل على اربع خمس بطولات هو ده مش موجود في كرة خدم ولكن جماهير ندلي اهلي اتعودت على ده على مدار تاريخي مؤتمر الصحفي بتاع مطش الزمالك مثلا يعني الانطباع بصرف نظر مش هتكلم في التفاصيل قاله ايه بس هو الانطباع انه فريرة طالع مبسوط وانه سامي عمصان طالع بيعتذر لجماهير نادي الاهلي فانت في النهاية ده مطش قم واي نتيجة فيه وردة والنتيجة تعادل حتى لو تعادل ولكن هي في صالح في صالح نادل اهلي يعني حتى لو هي تعادل نتمنى نفوز ولكن يعني في النهاية النتيجة في صالح نادل يعني المفترض انه لو فريق منافس بيدور على البطولة او عايز يعوض احنا لدينا الحمد لله ثلاث مبارات لسه مؤجلة ولكن عايز يعوض الفارق ده ان شاء الله احنا نفوز بيهم بثلاث مبارات ولكن لو عايز يعوض ثلاث مبارات فيبقى المفترض انه يكون حزين على او يعني خارج مدائق انه خرج بنقطة تعادل بس اللود اللود النهاردة على اللعيبة والجهازة اشرف مش بس في مطش الغاز يعني انا عارف ان احنا بنمشي خطوة بخطوة ونبصش لللي جاي نبصين على مطش النهاردة بس في النهاية انت حاطت في اعتباراتك بشكل عنيف جدا كجهاز فني حتى ان انت مش هتلحق لا تجاهز ولا تتحدر ولا انت يعني كل وراء بعض طبعا ومطلوب منك في كل المطشط انت مطشطك كلها من هنا لغاية نهاية الموسم اي ان كان اسم المسابقة اي مطشط واي ان كان اسم المنافسة اي مطشط كاس لا تحتمل اي حاجة اي مطب يسمع من اي مطالب المكسب اي مطشط كاس بالنسبة مع طبعا الاصابات الكثيرة جدا وعايز اقول لك ان انا تكلمت الاصابات يا اشرف طبعا ده كمان اللعيبة اللي بتلعب يعني مستنزفة مستهلاكة فاهم اصبا ده اللي كنت لسه هفكرك به وفكر جمهورنا به اللي دايما بقولهم انه لازم تبص شوية على مش مبررات ولا اعذار ولكن لازم تبص شوية انه النادي الاهلي من ثلاث مواسم مواسم متلحمة مفيش راحة مفيش في كرة خدم مفيش كده مفيش حد في الدنيا كلها بيلعب بنفس طريقة اللي بيلعب بينادي الاهلي هنا في مصر مواسم متلحمة ضغوط كبيرة جدا في كل البطولات بتشارك فاكبر بطولات موجود عايز دايما تلعب على المكسب والفوز بالبطولة مطالب منك تبقى موجود على منصات تتويق طول الوقت وبالتالي الضغوط الكبيرة جدا جدا اللي موجود على الاجهزة الفنية اللي بتتولى إدارة النادي الاهلي وعلى اللاعبين لا ضغوط كبيرة جدا والضغوط العصبية والنفسية والزهنية أكتر كمان من الضغوط البدنية وبالتالي بيحصل لك زي ما نشوف النهاردة عندنا يعني أخطاء شوية دفاعية لا ما تتخيلش إنها ممكن تحصل من نجم أو لعب مش عايزة أقول أسماء ولكن بحجم لعب النادي الاهلي الإصابات اللي موجودة كلها أحمد عضلية وبالتالي لا النادي الاهلي مضغوط بدنيا كمان بشكل كبير جدا جدا في الفترات اللي فاتت يعني كان الله فعون الجهاز الفني لأنه الغيابات اللي موجودة النهاردة مثلا على سبيل المثال يعني تقريبا فريق كامل وفريق من الفريق كامل بلعب بشكل أساسي في الفترات اللي فاتت طبعا ما فيش مبرريات ما فيش أعظار ولكن يعني كان الله فعون اللعبين لأنه الضغوط كبيرة جدا جدا عليهم فعلا وأنا أتمنى إن شاء الله التوفيق النهاردة والخروج من مورا أكيد حنتكلم عن مبارات غزن المحلة ولكن يعني كل التوفيق للجهاز الفني واللعبين إزاي يعني يمكن الناس ما تدقيقتش من نتيجة قوي إذا مالك مش موجود أنت الأخطر أنت الأكتر استحواز أنت الأكتر صناعة للفرص وكان ممكن تزود 2 و 3 أعين الناس كتير حاست أن المطش سهل والمطش شوية ماشي السيناريو للدور الأول فيجي شوط التاني يحصل العكس 180 درجة هو ده اللي شوية نس علامة الاستفاهم اللي ناس سألت عليها وما كانش فيه بالنسبة لها مبرر ليه ما استثمرناش الفرصة وليه تراجعنا بالشكل ده هي دي الغلطة الوحيدة تقريبا أنه أنت ما قدرتش تخلص المباراة في الشوط الأول أنت كان لازم تضغط بشكل كبير جدا جدا وكان لازم يبقى هدفك الأول والأخير في المباراة دي أنك تخلص المباراة في الشوط الأول لأنه كلنا عارفين الإجهاد البدني الكبير جدا عند لعبتنا وعارفين أنه في الشوط التاني معدل البدني والمجهود البدني أكيد سيبقى أولي جدا ولكن عندما دخل فيك التاني وحصل التغيير الطهر وصلاح دي شوية روح الفرنين للحمر ولكن خلينا متفقين أنه اللعبين مجهدين بشكل كبير جدا 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 يعني أنا أتكلم مع معظم اللعبين وكابتن سامي لا فيه إجهاد بدني غير طبيعي وفيه جهد زهني جدا جدا كان لازم تخلص المباراة في الشوط الأول شوية يمكن التغييرات اللي حصلت زي ما تفضلت وقلت أحمد أنها فرقت شوية في الشوط التاني ولكن أنا شايف أنه فعلا الجهد البدني والزهني هو اللي فرق كتير جدا في بباراة الزمالك واللي إن شاء الله نقدر الفترة الجاية بإذن الله نقدر يعني مع ضغط المباراة دا يكون فيه يعني حالات استشفى بشكل جمير للعبين لسه كنا في المعسكر دلوقتي كان كريم هناك بيقول لنا إن شاء الله أنه عبد المنعم وديانجي راجعين في مطش بيرمت يعني بعد المحلة كمان ورقتين مهمين قوي وليسه علي معلول ولسه حمدي فتحي وليسه اشرف كتير لسه قدامه كتير طبعا يعني دينجا هو طبعا مبارح ده القطاط من تمرين تنبارح مع كابتن محمود الخطيب وأعتقد أنه دينجا حالته كانت مطمئنة من مبارح بس بتهيار يعني لإتمانان أكتر إن شاء الله يعني جاهز الفني قال لك لا ما غامرش بي في مطش المحلة وأستنى عليه شوية يبقى جاهز إن شاء الله بنسبة في مطش واحد من الأولاء المهمة جدًا هل ده معناه بس قبل بجي المطش النهاردة برضو هل ده معناه إنه الفترة اللي جاية فترة نتائج وما ننتظرش أداء ولا ممكن مع النتائج ننتظر إنه الأداء بتاع الفريقية تطور مع كابتن سامي قمصان لأنه الأداء دي كانت مشكلتنا مع أداء ونتيج بصرف نتائج فعلا في أكثر من حلقة في بداية الموسم يعني خلينا أروح بس البداية إنه الموقف اللي تأذم بشكل كبير مع مستر مسماني في الفترة الأخيرة والضغوط الكبيرة جدا يعني أعتقد إنه كان الأفضل إنه ما يتم ش الفصال ده التوقيت ده لأنه توقيت خطئ جدا يعني ولكن طبعا يعني كابتل خطيب مجلس إدارة يعني رأى إنه أو رطأ إنه من المحادثات اللي تمت مع مستر المسلماني إنه الأفضل يعني حتى لو التوقيت خطأ أو التوقيت سيء إنه يتم إقرار إنه يبتعد عن نادي الأهل في الفترة دي أيا كان يعني ممكن أقف معك في نقطة دي في ظني حتى من تصريحاته إن الرجل مش قادر يستوعب فكرة إنه يبقى محقق كل الألقاب دي في الفترة الزمانية ويبقى عليه كم الضغوط والهجوم هو مش قادر يفهم هو شايف إنه إنجاز عظيم جدا لازم يتعمله فهم أتكلم هنا مش على إدارة أتكلم على الجمهور أتكلم هنا عن النقاط أتكلم هنا على الإعلام فهو مش قادر يستوعب أو قدرته على تحمل هذا نفدت هذا صحيح هذا متفق معك مليون في المئة وأعتقد إن كنا تكلمنا في النقطة دي نهان تحمد وقلنا إن مستر مسلماني لازم في فترة من الفترات على الأقل في دولة أبطال أفريقيا والمنافسة الكبيرة جدا الفترات اللي فاتت أنه يقفل ودينه ما يقراش ما يسمعش لأنه النادي مستحيل يقبل غير ده وبالتالي أنت دايما مطالب بنتائج وحتى لو كسبت لا الجمهور عايز أداء كمان فأنت يعني فأنت متخيل كم الضغوط تبع على المدير الفني اللي موجود أو جاز فني لازم حط نفسي دايما يعني تختلف تتفق مع كرة موسيماني أو كرة الأهلي مع موسيماني دي قصة نسبية من أمرنا ما هنتفع عليه ناس هتشوفوا واحد من أعظم درابين وأنه رحيل هو حق نتائج طبعا طبعا أنا بكلم على كرة مقساكم الألقاب ما فيش حد يختلف أنه موسيماني حروف من نور في تاريخ الأهلي دي الفترة القصيرة اللي أضاف النادي لأهلي لحق إنجازات كبيرة نفعش وجهات نظر عشر خمس شهر عشرين سنة هنقول كان فيه راجل هنا من جنوب أفريقيا في خلال سنتين حق الألقاب دي كلها مع نادي الأهلي صحيح لكن هي القصة هي تقصة أداء مع مستر موسيماني لكن لازم أفهم برضو وجهة نظر التانية يعني هو من وجهة نظر يقولك أنت عاد سبع سنين مش قادر تحقق اللقاء بالبطولة أنا وصلتك لتلاتة نهائية حققت منهم اتنين جبت لك اتنين برونزية ودي حاجة ما حصلتش في تاريخك قبل كده في نسختين متتاليقين جبت لك اتنين سوبر أفريق يعني فهو من وجهة نظره أنه عامل أكتر من مطلوب منه أشوف الرأي الآخر لجمهور نادي الأهلي أن أي مدير فني طبعا مش بالأسماع الصغيرة ولكن أي مدير فني يعني يستحق أنه يتولى إدارة الفنية نادي الأهلي هيحقق البطولات هيحقق ده بالعيم نادي الأهلي وجهازه الفني ونظامه الإداري الرائع جدا اللي مش موجود في أي حتة في وطن العرب هبط بشكل عنيف سردان وجمعي حتى على مستوى النتائج يعني حتى مستوى النتائج في فترة الأخيرة برده فهي وجهات النظر نروح ونيجي زي ما أنت عايز وهتلاقي وجهات نظر ولكن في النهاية نتفق أنه المسلميني مثل المسلميني حقق إنجلسان طبعا في الفترة هو بس اللي أنا كنت شايف أنه ممكن يتم الاتفاق عليها هو التأجيل لنهاية المسلم أنا كان في رغبة من إدارة الأهلي أنا غير رغضي تماما أو بقول دايما أنه الصح أو الأصح دايما أنك الفترة يتأوليها مدير فني وبعد الفترة دي نقيم وبعدها نحدد مين اللي يبقى موجود وانت عرف هذا منهج الأهلي ده الصوب عمل هي بس وكان في محاولات هي كان في محاولات من المجلس في حدود ما أتيح كان في محاولات من مجلس الرجل يكمل آخر الموسم وفي محاولة لأن يبقى في استقرار صحيح مصار لكن هو الرجل يعتقد أنه مش هيبقى عنده القدرة ده والأهلي يحترم وجهة نظر بشكل جيد طيب شايف قبل بس ما تقول شايف وانت بتكلم دوقتي على إن احنا قلنا ده والإجهاد لثلاث مواسم على التوالي أنا شفتك شفتك وانت قعد هنا السنة الجاية بتقول لي وإحنا متكلم على إجهاد لأربع مواسم على التوالي لأنه يعني أنا بتمنى طبعا الموسم ده أعتقد أنه مش هيبقى فيه برضو فترة راحة طويلة ولكن أتمنى أنه يعني هنتكلم أكيد عن التحاد المصري الفترة أو القرارات اللي اتخذت الفترة اللي جاية اللي أتمنى أتمنى أنها تتحقق لأنها لو تحققت شوية هنبقى يعني على المصار الصحيح أو في المصار السليم والصحيح ومنها يعني لجنة المسابعات لازم يكون لها دور كبير جدا الفترة اللي جاية يعني زي ما تكلمنا كتير في أنه جدول سابت ومعيد سابت والربط أقصود أنه كلها دور كبير جدا الفترة اللي جاية في الاستقرار ده لأنه فعلا الإجهاد البدني والزيني ده مش بس لعبي النادي الأهلي على مستوى منتخب مصر كمان لأنه مجموعة كبيرة جدا من نادي الأهلي ومن نادي زمالك ومن الأندية الأخرى موجودة دلوقتي في المنتخب مصر وبالتالي الإجهاد ده بقى واضح جدا جدا على لعابتنا حتى على المستوى الدولي وبالتالي أنت غير مستفيد تماما لا على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخبات وبالتالي إن شاء الله أنا أتمنى من ربط الأندية يكون لها دور كبير جدا الفترة اللي جاية والحقيقة القصة مش قصة كمان علاج موسم قصة قصة أنك أنت تبص أو تحط رؤية إزاي تطور المسابقة المسابقة فيها حاجات كتيرة جدا محتاجة تتغير عدد الأندية خواعد المسابقة كتير جدا الكرة في مصر محتاجة محتاجة ثورة شاملة آه محتاجة ثورة شاملة ثورة شاملة الحياة وأنا مش هقول لكم بصوا لبرة لكن شايف مثلا في تجربة الهاندبول عندنا الحاجات اللي عملها اتحاد الهاندبول في مصر اتحاد المصر بشكل كامل في النهاية كان لها مرضود كبير جدا واحد على المنتخبات اتنين على اللعبة وشعبية يعني نهاردة متدرش تنكر الهاندبول في مصر هي تاني أكتر لعبة شعبية وقت تاني أكتر لعبة جماهيرية وجمهور المصري بيسعد بها زي مكورة بالنسبة للمصريين مصدر سعادة وفرحة الهاندبول بقت بالنسبة للمصريين صحيح لأنه مشتغل بطريقة سليمة وبعدهم خطة واضحة مستقبلية يعني فيه بلان واضحة وده اللي منكلم فيه من فترات طويلة نحن مش عايزين بس قصة نحن احنا نحل المشكلة لا احنا عايزين رؤية لتصور انت ممكن تقطبس نمازج نكحة جدا جدا في برة وتشتغل عليها يعني لو انت ما عندكش الرؤية دي فسحة نمازج تشتغل عليها الموضوع بسيط وسهل ونقدر نحقها ونقدر نحق إنجازات كبيرة جدا جدا في الفترة اللي جاية على المستوى الإداري أنا شايف إن المشكلة عندنا في مصر على مستوى الكرة القدم هي مشكلة إدارية بحتة النادي الأهلي ليه دايما على منصات التدويق ليه النادي الأهلي دايما عندوش المشاكل والأزمات اللي عند الاندية الأخرى على مستوى الوطن عربي على فكرة مش على مستوى مصر بس لأنه بتشتغل بشكل احترافي بشكل إداري منتظم وسليم وبالتالي أتمنى إن دايما يطبق في مصر وأتمنى إن الشكل الإداري يتغير شرايف مصر على مستوى كرة القدم لأن ده محتاجينه جدا جدا الفترة اللي جاية طيب جماليات الأداء مفتقدين لا مفتقدينها جدا لا إحنا مفتقدين طبعا أنا باتفق معك طبعا إنه إنه الفترة اللي جاية أنت محتاج نتائج محتاج تحقق نتائج لأنه يعني خسارة الدوري في الفترة اللي جاية حيكون صعبة جدا جدا على جمهور النادي الأهلي وبالتالي أنت محتاج فعلا يكون عندك تحييل النتائج الفترة اللي جاية رفاهية الأداء أتمنى إن الناس تصبر شوية لأنه أنت عندك إصابات كتيرة جدا وعندك غيابات كتيرة جدا في كل مباراة عندك ضغط وإجهاد بدني وزهني غير طبيعي لكل لعيبتك عندك لسه مشكلة في أنك مدير فني الحالي كابتان أمصان وليسا بتتعاقد نعم مدير فني أجنبي آخر فيه مشاكل كتيرة لسه موجودة أتمنى بس الجمهور يصبر شوية على النادي الأهلي ويكون داعم ليه الفترة اللي جاية لأن اللعبتنا محتاجة لدعم لا أزود عليهم كمان الطبيعة المنافسة يعني بتهيئة لأنه مطشط الأهلي كلها في الدوري بالذات وفي الكاس لأنه الكاس يعني قسرت تطلعت بره البطولة فبالتالي الحافظ عنك أنك أنت تكسب مطش تعدي للدور اللي بعده أو توصل للبطولة موجودة عند كل فرق آن كان اسمها بيرامتز بقى بيتروجيت زمالك في النهائي يعني يعني بصار دا في الكاس القديم يعني لكن كمان في الدوري فرقة زي الغاز النهاردة ترتبها لـ 11 أو 12 عايزة تهرب من تحت فجاية قدام الأهلي وطبعا غير أنه الأهلي مطش بطولة بالنسبة لكل الفرق فطبعا مستوى المنافسة وحالة الغيابات اللي عند الأهلي ممكن كمان تبقى مطمعة الفرق أكثر فإنه إذا ما كانش دلوقتي يهباء إمتى فطبعا فتر اللي جاء صعب مطش النهاردة شايفوا إزاي شايف مباراة صعبة لا في ظل الغيابات والظروف الإرهاق البدني والإصابات الكتير اللي موجود فيها النادي الأهلي في ظل صعوبة موقف غزل المحلة في ظل أنه غزل المحلة بالفعل عنده لعبين جيدين مميزين على المستوى الدفاعي يعني أعتقد أن من الفرق الأوليالة اللي دخل مرموهم أهداف كثيرة في الموسم ده عندهم منظمين بشكل كبير عندهم روح قتالية عالية جدا جدا وده يتضاعف أمام النادي الأهلي وبالتالي لا مباراة صعبة مباراة صعبة جدا ومحتاجة فعلا أن كابت سيمي أمصان يكون عنده حلول كتير يعني مش بس هلعب من الأطراف بس لا أنا محتاج فعلا اختراقات من العمق محتاج اختراقات من الأجناب محتاج حلول فردية يعني أنت محتاج النهاردة عشان تقدر تخرج إن شاء الله نقدر نخرج بنتيجة المباراة دي نتيجة إيجابية ونكسب إن شاء الله النهاردة محتاج يكون عندك حلول كتيرة عن مستوى الجماعة ومستوى الفردي لأنه أنا شايف غزل المحلة من الفرق آسف الرزلة في كرة القدم وبالتالي أنت محتاج فعلا النهاردة حلول كتيرة إن شاء الله أنا أتمنى أن يكون كابت سيمي واللعبين عندهم جاهزية النهاردة لمواجهة فريق قوي وعنيد وعنده روح كبيرة جدا جدا داخل الملعب من فترة بعيدة بحس أن الأهل عندهم مشاكل في التصويب من بره البوكس يعني يعني على رغم أن نحن عندنا لعيبة يعني شويتة آه مش بفرمات اللعبة الشويتة بتاعت زمان لكن عندنا لعيبة خلينا نقول رجلها حلو عجول فهم آه السلية بيعمل ده أفشب ممكن يكون بيعمل ده لكن فترة الأخيرة يعني هلأ نادرا لما بتشوف ده بشوف حد بيشوت بين ثلاث خشبات فرصة مش جول يعني كنت بعرض مثلا ماتش في الدور الأول الجول التاني بتاع السلية تصويب ولا أجوان ولا أرواح فهم ديانجي بشوت مبارس بس بقالي كتير ما بشوفش الشغل يعني ما بشوفش اللعبة بتحاول أو ما شوفش فيه تكليفات واضحة من الحلول المهمة جدا نعايز جدا من الحلول المهمة طبعا طبعا عشان تقدر تفوك التكتلات دي في فريق زي النهاردة لازم يكون عندك حل من ضمن الحلول والتصويب لأنه عايزة أقولي إنه الشغل على ده في مصر عموما لو أنت حتى لحيست ده هتلاحظه في المنتخب مصر يعني مش بس على المستوى المنتخبات كمان مش مستوى الاندية أوليل شوي أتمنى أنه طبعا يكون عندنا فكر وإيجاد حلول لده لأنه محتاج نواحي خططية شوية عشان تقدر تفضي للراجل اللي جاي من تحت يشوت أو تهيأ له كرة معينة بشكل معين للتصويب لأ أنت محتاج تشتغل على ده بشكل كبير لأنه لازم يكون بشكل جماعي برضو صحيح هو من ضمن الحلول الفردية ولكن لو قدرت تشتغل بشكل جماعي لأ والطريقة خليئة نسمع رأيك فيها بس سمحنا نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجميلها النهاردة كابتن أشرف ممدوح ممدوح لغاية أخر موسم خلاص يعني بازل مجهود مجهود غير طبيعي طبعا العيبة الأهلي طبعا مجهدة جدا خليني أقول لك نهاردة كابتن سامي في المحاضرة هيتكلم فني وتاكتكس وكده طبعا هيتكلم أسوأ أقول ده الأهم بالنسبة لنا أو الأهم الحالة المعنوية وفكرة أنك أنت تشحن بطلات اللعبة اللعبة الموجودة معاك قبل مقش الغزل بصوه الدوافع دايما موجودة يعني أنا دايما بتكلم على لعبة النادل آلي في كل البطولات لا مش على الدوافع الدوافع دايما موجودة أنت بس بتجدد الدوافع دي شوية يعني شحن معناوي بسيط كده لكن الدوافع دايما موجودة على البطولات وعلى المنافس عليها وبالتالي لا يعني هتشتغل أكتر فني النهاردة شوية يعني بالتوفيق إن شاء الله مركز يعني سامي بص عنده ثبات فعالي يعني سامي من الناس عشاء هو قريب مني جدا أو قريب منه جدا عنده ثبات فعالي كبير جدا جدا وشخصية غير إنها محترمة جدا جدا لا أنا بكلم على كرة القدم كمدرب أو كمدير فني عنده ثبات فعالي وعنده شخصية قادية ويقدر يتحكم في ده ومتكلم ومقنع لا سامي عنده مميزات كتير جدا أتمنى إن شاء الله يعني الفترة اللي يقضيها مع ناد لالك مدير فني إن شاء الله يحقق نتائج جيدة عايز أقول لك الدوافع أعتقد سيشتغل أكتر كابت سامي النهاردة عن ناحية الفنية لأنه مباراة النهاردة فعلا محتاجة محتاجة منك حلول كتير جدا محتاجة اختراقات من العمق محتاجة شغل من الأطراف كبير جدا جدا محتاجة ميشال يانكون ميشال يانكون فترة اللي جاية يعني لو توجه له رسالة كده إيه مرمى النادي الأهلي طبعا يعني يعني مصطفى الحياة ماشي بشكل جيد اللطفة كمان هو بعيد شوية ولكن يعني لما بيرجع الحياة أنا وانت اتكلمنا عليه حتى لما يبقى بعيد وبيبقى نادل الأهلي محتاجه بيبقى موجود يعني بيقد بشكل مميش ناس كثيرة بتتكلم على أنه لازم يكون عندك حارس مرمى قوي أو كبير الفترة اللي جاية لا احنا عندنا يعني آلي فترة طويلة جدا وما بيريح يعني ما خدش فترات راحة إلا لما يحصل إصابة من 2018 من كس العالم بشكل أساسي وقبلها كان معنادي الأهلي وبالتالي لا فيه إجهد برضو يعني فيه إجهد ذهني وبدني وده بيأثر بشكل كبير داخل الملعب على مستويك والناس لازم تعترف بدا الناس دايما بتبص أنه برا مثلا ميسي بيقعد 7-8 مواسم إصابات الليلة جدا جدا ما كنتش نادرة تقريبا تركيزه زي ما هو أو مستوى ثابت يا جماعة الشغل برا مختلف تماما عن الناس اللاعبين بياخدوا حاجات كثيرة جدا جدا برا سواء على المستوى التدريبي أو الفكري أو الزهني في الأداء على المستوى الفني والبدني طبعا وبالتالي أنا شايف أنه حرص المرمى عندنا الحمد لله بخير الشناوي إن شاء الله يرجع بشكل كبير خلينا سألك عن فرصهم النهاردة في المباراة يعني أعتقد سيبقى فيه فرص كبيرة لمشاركة حسام حسن النهاردة لأنه أنا شايف أن غزلة محلة هيضيق المساحات بشكل كبير وحيكون فيه تقفيل المساحات بشكل كبير جدا طبعا يعني الشناوي كان الله فعون الفترة اللي جاية أتمنى إن شاء الله أنه يقدر يعود بمستوى المتميز ومتقلق تاني مصطفى الشبير إن شاء الله الفترة اللي جاية إن شاء الله يكون يعني خير سند للشناوي لأنه يعني صعب جدا جدا أنه يعني يكون عندك حارس لسه طالع بالأداة في ظل وجود الشناوي فرصته ستبقى صعبة شوية ولكن يعني حاله زي كابت شبير طبعا يعني أيوب حرس المرمى في مصر يعني فأتمنى إن شاء الله أنه يكون فيه فرصة لتواجده في بعض البطولات أو بعض من بطولات اللي اللي يشارك في بطولات كثيرة جدا كل اللي حارس تاني في الأهلي عاني لغاية لما خد الفرصة وكلهم أساطيق على مدار التاريخ كلهم أساطيق وصبرهم ده الحمد لله يعني يعني إكرامي ثبت البطل شوبير عصام الحضري حتى أمير لما خد وصبر فترة طويلة جدا لغاية لما جات لفرصة وصولا للشناوي كل واحد مصطفى كمال وحمر شوزي أسماء كتير الشناوي لما جيه قاعد فترة وفي الأهلي فكل حراس المرمى في الأهلي بيعانوا عشان يأخذوا الفرصة ده صحيح إن شاء الله يعني ثقاتنا كبيرة جدا مدرسة الأهلي في حراس المرمى الحقيقة مدرسة مميزة رائعة جدا وحارس الأهلي دايما هو حارس مرمى منتخبص ومشيل حقيقة كمان من المدربين اللي بيقداروا الحياة يشتغلوا بشكل مميز جدا عايز أسألك سؤال ليه علاقة باللي أنت مستني فيما يتعلق لأن هذا سؤال برضو شغل يعني مع متابعة الفري وكده الناس شغلة نفسها قوي بحطة الموديل الفني الجديد بس خلينا أستعرض معاك الأسئلة اللي جات لك من الجمهور السادسة ناخد جزء من الأسئلة كده ونسمع رأي كابتن أشرف ممضوح فيها أحمد الفرحي تقريبا لو نطقت الاسم صح يعني أي المراكز اللي محتاجها الآلي في الفترة المقبلة من وجهة نظرك محتاج تدعمات الحياة كتير يعني محتاج في خط في خط الدهر في خط الدفاع شوية يعني يعني سير باك أو اتنين مع الأسماء اللي موجودة محتاج مع علي معلول لازم يكون عندك باك لفت تاني مع علي معلول في ناحية اليمين يعني أتمنى برضو أن يكون في حد في الفترة اللي جاية مع هاني ومع كريم فؤاد يعني كريم فؤاد من اللعب المميزة الحياة ويكوننا متوسيمين ويكون يعني أفضل من كده ولكن لسه إن شاء الله كريم عنده كتير جدا للفترة اللي جاية خد بالك برضو فكرة أنك أنت تخش يعني في فرقة زي فرقة الأهلي في وسط بوسم ومنافسة على بطولات مفيش مقصر ولكن هو لعب مميز جدا وعنده إمكانيات كبيرة جدا وأتمنى إن شاء الله يعني يقدر يرجع بمستوى أنت مش بتاكي حد في وسط الملعب في الحتة دي مع حمدي فتح ومع السولية وأن كنت أتمنى تطوير الأداء شوية في ناحية التكملة مع الخط الهجوم يعني شوية بقى محتاجين أنت دعمات كتيرة في الخط الهجومي الأمام رغم أنه النادي الأهلي حتى لو كنت بتكلم أنا وإنت أحمد من شوية أنه يعني من شهرين ثلاثة مثلا الفوز كان بعيد شوية أو ما حققناش مكاسب كتيرة ولكن أنت على المستوى الهجومي أو عدد الأهداف اللي حقق ندلها كتير يعني أحرزنا أهداف كتيرة جدا فترة اللي فاتت وأحرزنا أهداف كتيرة في فرق كبيرة يعني لو كلمنا عن مثلا الودايد أعتقد كان أربعة بيراميز مثلا فوزنا على ثلاثة أربعة في فاركو أربعة في المقاصة لا أحرزنا أهداف كتيرة عدد أهداف كتيرة ولكن أنت محتاج فعلا تدعيم في الخط الهجومي بشكل كبير جدا سواء رأس الحربة أنت محتاج رأس حربة قوة جدا مع موجود محمد شريف طبعا وحسام حسن يعني أتمنى يكون فيه حد فايتر دايما أقول أن رأس حربة لازم يكون واحد من الأسماء الكبيرة جدا جدا في أفريقيا لأنك تلعب في بطولات كبيرة حد مقاتل وحد هداف محتاج حد من النوعية دي يعني الخط شوية لخلف المهاجم لا محتاج برضو تدعيمات كبيرة جدا محتاج تدعيمات في كل المراكز محتاج تدعيمات في كل المراكز نروح للسؤال أتمنى إن شاء الله أنه يحصل دائما عبد العزيز أمين بيسألك لابد من لابد في هذه ظروف من استعانة بالنشئين في المراكز النقصة وأعتقد يعني ده حصل قائمة الفريق النهاردة فيها أشرف حمزة علاء من اللاعبين اللاعبين الأسوال فيها أربع أسماء أعتقد من الأسماء الشحاب ومنهم أخامات كويسة جدا تقدر تراهن عليها في الفترة اللي جاية طبعا يعني مشاركتهم وبتبقى ظروف صعبة جدا أحيانا بيكون يعني بتكون نقلة كبيرة جدا جدا لهم إنه يثبته وجودهم في ظل ظروف صعبة ولكن لما تبقى الظروف صعبة وهم كمان مش موفقين بتكون يعني بس هو الأمور رسلها من وجهة نظره إنه جات له الفرصة اللي ما كانتش هجيله في الظروف الطبيعية أعتقد برضو ده دافع واحد من دوافع إنه يثبت نفسك بقى طبعا أتمنى يعني أتمنى أنه يدخلوا مع الفرقة للفترة اللي جاي ما بيجيش كتير طبعا ما بيجيش كتير في النادي اللي قالي فرصة الناشئ إنه يتواجد ويلعب ويشارك بشكل أساسي بعيدة شوية وصعبة شوية لك أنا أتمنى لهم متوفين إن شاء الله ناخد سؤال أو اتنين كمان عشان أسمع وجهة نظر أشرف في قصة المدير الفني معنا أحمد كمال عبد العزيز لابد من إعارة علي لطفي وشبير والتعاقد مع محمود جاد وتصعيد ناشئ أو ناشئين هل تتتفق معي؟ لا يعني مش متفق معك أحمد لأنه مصطفى شبير من الأسماء المبشرة جدا للفترة اللي جاية ووجوده مع النادل آلي هيشارك يعني مش بس الشيناوي لا النادل آلي بيشارك في 4-5 بطولات خلال الموسم أعتقد أنه يكون عنده فرصة جيدة وهيستفيد من خبرات الشيناوي وسيقةه هتزيد مصطفى شبير عنده شخصية كاركتر كاركتر قوي جدا وشخصية قوية جدا ويقدر يتحمل فكرة أنه يعد احتياطي للشيناوي الشيناوي يمكن كرسته لا والله بعيدا تماما عن فكرة أنه ابن كابتان أحمد شبير طبعا لجميلة كبيرة ولكن مصطفى فعلا من أسماء المبشرة للمن إن شاء الله نتواجد مع الناس بردو يعني بتضغط في الحتة دي بتضغط في الحتة تبقى نوع من الأنوع على القصوة شوية يعني ممكن عارة علي لطفي ممكن في ظل وجود شبير مع شناوي تتفق معها في جاد شايف جاد مناسب جاد طبعا من الأسماء الكويسة وصبحي كمان من الأسماء الكويسة جاد جاد مميز قوي بصراح نروح لسؤال كمان وبعد كده نرجع بقى قصة مدير الفني مساء الخير عليكم على كابتن الأهلي الوفي كابتن أشرف فهل الأهلي محتاج مهاجم مصنع العاب أجانب أقوياء تتتفق معي في كده ولا أقعد أحمد مصطفى يمكن كابتن أشرف في الكنيسة بيكلم في دي ورد على حتة رأس الحرب محتاجين فعلا تدعمات في الخطوط جدا جدا الفترة اللي جاية ويعني عايزة أطمل بس جماهيرنا أنه فعلا مجلس إدارة وشركة سمار ندلالي بتشتغل بشكل جيد الفترة اللي جاية إن شاء الله على أنه عندنا إن شاء الله تعقودات جيدة في بداية الموسم اللي جاية إن شاء الله طيب يمكن الناس شغلة بالها قوي بقصة مدير الفني صحيح الأهلي عودنا دائما على أوروبا يعني موسيماني كان استثناء من القاعدة استثناء عن قاعدة في مصر كلها وكانت مخاطرة كبيرة جدا كان ممكن يدفع الأهلي تمانها غالي لكن الحقيقة يمكن نجحت التجرير بشكل كبير لكن من وجهة نظرك إيه المطلوب من مدير فني جديد بصرف النظر عن قصة سيفي لأن أنا كنت بتكلم مبارح أنه سيفي في الأهلي مش مقياس عندنا مدربين جبناهم هنا أخيرهم فيلر مثلا وموسيماني الاتنين كانوا الأهلي يتهاجم عليهم جدا جدا فيلر مدير فني سويسري دارة في ملجيكا جايبين الناس بتطالب النهار يرجع وفي ناس تقول لك فيلر في مصر عمل اسم كبير جد وفي أسماء كبيرة جد محقق ايه التركيبة ايه المعادلة ايه من وجهة نظرك شوفوا أنا دايما فكرة السيرة الذاتية بتديني بس انطباع يعني الأهم عندي في كل يعني فيه طبعا أولويات ولكن السيرة الذاتية دايما يكون شخصية لأنها مهمة جدا في التعامل مع منظومة تتكلم برا الأهل يعني أنا أتكلم عموما في كرة مصرية بشكل عام يعني فأنت لازم يكون عندك شخصية أو تركيبة الشخصية التي تتولى الإدارة في النادي الأهلي أو في منتخب مصر يكون عندها خلفية جيدة عن كرة القدم في مصر هذا لازم شخصية أقرب لشخصية جوزي مثلا يعني شخصية جوزي يعني عبقرية عبقرية يعني مستر مانو جوزي شخصية عبقرية ويستطيع يتعامل مع عقلية اللعب المصري ومش بس اللعب المصري الإداري المصري أو المنظومة كل المنظومة بشكل عام حتى الصحفيين لو فكر كان فيه بداية في البداية كان فيه مشاكل بينه وبينه بعد كده بيعشاءوا أنهم يتواجدوا في المؤتمر صحفي معاه ففكرة الشخصية دي نمر واحد مهمة جدا جدا مهم ولكن انا نتكلم على المعايير معايير طبعا الشخصية يجب أن يكون عندك شخصية درسة بشكل كبير محتاجين مدرب يعني شكل شكلا داخل الملعب عامل إزاي لا انت محتاج بقى عشان جماهيرنا اللي خلاص متعطشة بشكل كبير جدا أن يكون فيه أداء للنادي وبالتالي انت محتاج حد يكون بيشتغل يعني كورة شوية داخل الملعب عنده نواحي خططية وتكتكية شوية عنده رؤية لأنه مهمة جدا جدا رؤية داخل الملعب الكوتش أو المدير الفني الجيد هو اللي بيقدر المدرسة اللي تفضل دايما المدرسة البرتغالية وشايف أنه في بعض الأوقات المدرسة الألمانية رغم أنه اتطورت جدا جدا يا أحمد على فكرة غير الأول مدرسة ألمانية تطورت بشكل كبير جدا زمان كنت بكرها جدا مدرسة ألمانية بتعتمد بشكل كبير على آخر بدنية ولكن دلوقتي لا في المدرسة ألمانية تغيرت بشكل كبير والفكر تغير بشكل كبير جدا جدا فأتمنى إن شاء الله أن يكون في دراسة بشكل جيد لحد منهم الفترة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا شكرا جدا أحمد وسعيد جدا جدا وعايز أقول بس لجماهير نا أتمنى أتمنى الدعم والمساندة لفريقنا الفترة اللي جاية لأنه فعلا محتاجين جدا 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 جمهورنا في مبورات اللي جاية ده وقته ده صحيح يمكن ما فيش فرصة لدعم ومساندة في ظل الظروف الصعبة اللي بيخوضها لنادي الأهلي أو بيوجه نادي الأهلي ويخوض خلالها اللقاءات اللي جاية كلها على مدار الموسم كله مش بس النهارده ولا يوم الحد فإن شاء الله بإذن الله جمهورنا النادي الأهلي كبيرة والعظيمة تقوم بدورها لتعودت على مدار تاريخ وكله أنها تقوم به بشكر كابتن أشرف مرة تانية وبشكر حضراتكم على المتابعة وعلى كل خير دايما نتقابل على شاشة الأهلي في السادس شكرا